بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم في حجم العينة أنا عاوز أسحب عينة قد إيه من المجتمع اللي أنا باخد منه العينة دي عندي طريقتين لو اديتك الانحراف المعياري أو التباين اللي هو سجما أو سجما سكوير ولا مديك النسبة لام لو مديلك الانحراف المعياري أو التباين يبقى أنه تساويه تربيه سجما تربيه على خطر لو أنت عاوز تعملها يه سجما على خطر الكل تربيه صح برضو لو اديتها لك نسبة يبقى يه تربيه لام واحد نقص لام على خطر برضو لام دي النسبة يه الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة وإحنا عارفين أن التسعين في المية تعمل لي واحد خمسة وستين خمسة وتسعين في المية تعمل لي واحد ستة وتسعين من مية التسعة وتسعين في المية تعمل لي اثنين تمانية وخمسين من مية ومش نازم أديك معامل الثقة ممكن أديها لك بمستوى المعنوي يعني مثلا مستوى المعنوي ألف عشرة في المية يبقى يقابل معامل الثقة كام تسعين في المية يبقى عارفين أن اليه كام واحد خمسة وستين من مية طيب لو كانت الألفة خمسة في المية يبقى معامل الثقة خمسة وتسعين في المية يبقى ليه واحس ستة وتسعين من مية لو مستوى المعنوية واحد من في المية يبقى معامل الثقة تسع وسعين في المية يبقى ليه اتنين تمانية وخمسين من مية وإذا لم يذكر يفترض الواحد ستة وتسعين من مية اللي تقابل معامل سخة خمسة وتسعين في المية أي مستوى معنوية خمسة في المية لكن دي طبعا هبقى مديها لك صراحة السجما تربيعي التباين السجما بس يبقى انحراف معياره الخا الخطأ المسموح بي نتيجة أننا استخدمت العينة بدل من المجتمع اللام النسبة اللي أنا هدها لك وخد بالك إن أنا لو ما تتلكش النسبة افترضها خمسة من عشرة لأنها الخمسين في المية لكنها إيه خمسين خمسين يبقى أنها خمسين في المية يعني خمسين من مية يعني خمسة من عشر يلا مثال عندي انحراف معياري أربعين سجما باربعين ومعامل السخة خمسة وتسعين في المية يقابله واحد ستة وتسعين من مية وأنا حبقى مديها لك ما تحفظي حاجة الخطأ تمانية يبقى خاه تمانية إيه هو حجم العينة نون واضح أن أنا مديك سجما يبقى نستخدم القانون الأولاني ييه سجما تربية على خاه تربية واحد ستة وتسعين من مية تربية فيه أربعين تربية على تمانية تربية يبقى ستة وتسعين واربعة وتسعين من ألف يعني سبعة وتسعين تقول لي الله وانت 96.049 يتقرب 97 أيوة لأن حجم العينة يقرب لأعلى دائما أي كسر يطلعني فوق واحد صحيح خل بالك حد دني طب يلا مدير شركة عاوز يقدر نسبة العاملين ليؤيدونا سياسة الشركة في خطأ في التقدير 4% المؤيدين 60% حجم العينة المناسب بمعامل صغة 95% أو مستوى معنوية 5% هي هي الخاء 4% يعني 4% معامل الصغة 95% يعني إيه بـ 1.96% النسبة لام 60% يعني 60% يبقى نستخدم القانون التاني اللي بيقول لي إيه تربيع في لام في واحد نقس لام على خاء تربيع يعني 1.96% تربيع في لام بـ 60% في واحد نقس لام واحد نقس 60% ما فيش تربيع هنا على القوز ده على الخاء اللي 4% بس تربيع يطلع 576 و 24% هتطلع 577 تقول لي برضو هترفع الكسر ده يترفع آه هترفع اتنين من عشر آه تترفع مثال كمان يرغب أحد المستوردين تغدين نسبة التالف في أحد الشحنات فما هو حجم العينة الواجب اختياره هو عاوز نسبة التالف يبقى برضو قانون النسبة قال لا يديد الخطأ عن خمسة من مية يبقى خامسة من مية معامل ثقة تسعين في المية أنا حافظ ان ليه واحد خمسة وستين من مية قال لما أش Got a يبقى إنون تساوي الام واحد نقاس لام على خاة تربية 1 65 من مية بس نربح اللام بخمسة من عشرة أنا اللي افترضتها عشان النسبة مش موجودة واحد نقاس لام يعني واحد نقاس خمسة من عشرة بخمسة من عشرة على الخاة خمسة من مية تربية تطلع ٢ MOS 25% لما نقربها تبقى 273 لأن أي كسر يطلعنا فوق واحد صحيح ثم 80 عشان نأكد على الدرس السهل شكرا لحسن الاستماع